الخبر الأول الذي عدنا عن مرسال وأخيرا عودته لليوتيوب فمرسال رجع لليوتيوب ويمروا بعد ما انفصلوا ولكنهم رجعوا كأصدقاء ويصوروا المقاطع ويبعض فنبحث عن نزلوا مقطع على قناة مرسال وعلنوا بي عن العودة وطبعا بهذا المقطع شوية مرسال قصف بيسان لما صار يقول انه يطالع أهوية بنات بعدين يتركوه يعني مصلحة المهم ألف مبروك على العودة ومنتظرين المقاطع الخرافية الخبر الثاني الذي عدنا عن أنس الشايب وأخيرا رجوع حساب الانستغرام بعد ما تم تهكيره وحذف الصور البي وطلوا أنس وبيسان ويبكون على حسابهم بالانستغرام وأخيرا رجوع حساب أنس فبيسان نزلت على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي تحتفل بي بعودة حساب أنس الشايب فألف مبروك على عودة الحساب وإن شاء الله ما يتكرر المرة الخامسة من السادسة الخبر الثالث الذي عدنا عن ويسام تكيتو بيسان وتأكيدهم الخبر للارتباط لأن هؤلاء أشخاص اللي الآن يتسائلون هالموضوع حقيقي أو لا فهو يسام وبيسان نزلوا على حسابهم بالانستغرام هذا الستوري اللي يأكدوا به خبر للارتباط وبنفس الوقت يطلبون بهم المتابعين ينهون هذه القصة رح أعطوكم هذه الستوريات شوفوها أصدقائي كيفكم للمرة الخامسة بنعمل فقط تسألني وتسعة وتسعين بالمئة من الأسئلة بتكون أنه عن جد ارتبطت أنت وبيسان شو صار بلاك المقلاب شو القصة فإيه نحنا عن جد ارتبطنا أحمد ابو الرب وريدر فبعد ما أحمد نزل هذا المقطع على قناته وهبت بي ريدر كل المتابعين حاليا ينتظرون ريد ريدر فريدر نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي كاتب رح أخليه يفتح محل ويبيع الكوسة كاير وطبعاً لو تعكسون هذا الستوري حتشوفون مكتوب راس العبد والهو يقصد بيه أحمد ابو الرب فهل تتوقعه رح نشهد حرب الستراكات تكتبونا بالكومنتاج الخبر الخامس اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي هو بيسان وأنس الشايب وياهم أميرا علواهس فأميرا نزلت على حسابه بالانستغرام هذا الستوري قدامكم اللي هي أنس وبيسان وإعلنوا بيه عن السفر مالتهم وبنفس الوقت عن مفاجأة خرافية قادمة فحطوكم هذه الستوريات شوفوها لما تفتهمون أكثر هاي قايز احذروا لأوين اليوم مسافرين لأوين؟ اليوم أعملكم مفاجأة ويمتحن المفاجأة ما رح نحكي هلا؟ مفاجأة كثير حلوكم استنوا الفيديو الجديد على اليوتيوب بيسان وين؟ ما رح للكم مفاجأة ما رح يقول فلص ما رح نقول خليها مفاجأة بس استنوا الفيديو على اليوتيوب بحبكم كثير I love you so much خف علينا خف علينا أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو ريدر فريدر نزل على سبب الانستغرام هذا الستوري اللي يعلن بيه عن تصوير الفيديو كليب جديد وبنفس الوقت كاتب خط صغير يعني قادم فاكتبوني يا حبايا بالكومنتات المتحمسين منه مفاجأة أكثر الخبر السادس اللي عدنا عن نارين بيوتي ومو فلوكس وهل يا ترى رجعوا أصدقاء أو لا فرجعوا الفولوات على حساباتهم بالتك توك فهل هذا يعني الصلح بيدي منك وبعدين رح ينتقل للإنستغرام ويرجعون الفولوات خلونا ننتظر ونشوف شا حيصير وبس والله هنا وصلنا لهذه المقطع اتمنى مقطع إيجابكم للتسفل اضعوا لايك وتركوا بالقناة اشتركوا بالقناة وبس مع السلامة اشتركوا في القناة